السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنس جابر وزيرة السعادة أنت يا أنس وأنستينا وأنستينا واسم أبوكي جابر جابرت بخطرنا مجد أنت جابرت بخطرنا أنك حققت إنجاز عظيم أن أول عربية وإفريقية طروح للنهائي في البطورة الإنجليزية المشهورة في العالم كله وجميع مشاهير العالم يبقوا متوجدين في ويمبلدون بطولة ويمبلدون لما توصلي للنهائي الواحد فخور بيجي بصراحة أنا متابع ونسأت كلمتني على أنس جابر البطلة العظيمة التونسية وزيرة السعادة ولكن قلت تنس وكده يعني لكن والله وأنا بتعشى بالصدفة بتعشى بالصدفة بجيب بينسبورد لقيت عمللها تقرير وقد إيه هي بعد النهائي حظها كان سيء كانت متقدمة في المجموعة الأولى ولكن خسرت طلعت على الهواء بعد دقايق من خسرتها شفت شخصية الأسطورة البطلة قالت أولا أنا بشكر منافستي وبقول إنها تستحق الفوز بفيش حد بقول كده برياضي وهي فعلا في المباراة لو لعبت المجموعة التانية بحرص شوية وحفظت على الكور وكان عندها صبر كانت تبقى البطل وكانت ممكن تقول كده كانت ممكن تقول لأنا المجموعة لقول لك سيبت أول المجموعة التانية كنت ممكن أكسب لكن قالت إيه قالت أنا بشكر منافستي تستحق البطولة وأنا بقول لها مبروك المعايز تدور على شخصية أسطورية والناس كلها بتحبها شوف كلامها بتقول إيه شوف الكلام بتاعها حتى الكلام طالع من شخصية أسطورية بجد بعد كده ما نستش بلدها قالت أنا أود أن التونس تكون دلوقتي شايفاني وأنا فخورة أن أنا تونسية وفخورة أن فيه شباب وبنات دلوقتي بيشوفوني وإن شاء الله يبقوا أحسن مني وما نستش في عز أخلي بالك وجامعة الميكروفون في ملعب وينبلدون العالم كله بتفرج العالم كله لما بتقول أنا في الآخر كلمة بتقول أنا بحيي المسلمين في عيدهم بقولهم عيد مبارك لا يعني ده هي بطلة بطلة بجد بجد والله أول أفريقية وأول عربية في التاريخ توصل لإنهائي وينبلدون وإن شاء الله بإذن الله بالشخصية دي أنا هننتظر إنها تبقى البطلة السنة اللي جاية إن شاء الله إحنا فخورين بيكي أنت ملكة الأخلاق العالية والرقي أنت إنسانة جميلة وبجد شرفتينها وتستحكي والواحد لازم يعملك فيديو لأن الواحد فخور بيكي وياريت يبقى أنس جابر نلاقي منها كتير في جميع المجالات مش في التنس بس شكرا شكرا